مراز بقى وفريلا ليه الفترة دي كان يعني ده واحد من أحسن مواسم ناري الزماني كيمكن على مرة طويلة واحد من أفضل المواسم نا احنا شفنا سيستم ونظام كان مختلف تماما يا احنا كنا ماشيين في اتجاه لنا ماشيين عكس بقى احنا كنا ماشيين كده وأول الدور يعني شرحولي يعني كسيستم تمرين كطريقة لعب كأسلوب كتحليل أداة معين الفترة اللي قابليه على طول كان برضو معنا مستربة شيكو وكان مميز جدا وكان ماشي بشكل كويس جدا وكنا أول الدوري برضو يعني بس أول ما جينا أول ما مستر فريري جاي وإحنا أول الدوري كنا بقى شايفين أن احنا فرقة جامدة بقى ومتصدرين قالينا أنت وبتعرفش تلعبه أصلا أصلا؟ أه وتلعبه غلط ولا واحد فيكو بيعرف يوقف وكان فينا تسعى في المنتخب ساعدة وكان فينا تسعى في المنتخب ساعدة بجد والله فاجت كان فيه ساعتها يعني أيام مش عايزين نتذكرها حادث الدفاع الجوي فالدوري يوقف شهرين فدي كانت أكبر ميزة في السنة دي لمستر فريري الشهرين دول بدأ يبني الفريق من جديد خالص بيعلمنا نباص إزاي؟ نستلم إزاي؟ ونقف في الملعب إزاي؟ وده الطبيعي أن أنا لعيب في نادي الزمالك ولسه بيعدل علي أقف إزاي وباص إزاي ووضع جسم إزاي؟ أنتو بالمناسبة لما كان بيبدأ يعمل معاو كده 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 ومدايين؟ مدايين بس إحنا بقى بدأنا نعرف بقى كل الشغل ده إمتا مع أول مباراة رسمية بدأ يشتغل فيها بقى لقينا نفسنا برشلونة بجد يعني برشلونة؟ لقينا نفسنا بداعمة اللي بيقولوا وبنعمله وإحنا مغمضين يعني بدأ يحفظنا التحركات في الملعب يقول لك باص هنا وملاكش دعوه تلاقي واحد جاي واخدها ما تفهمش إزاي يعني أول ما الكرة الجون بيحطوا الكرة في التحضير الاتنين السردباكات يفتحوا كده وأنا كنت ستة بقى قدامهم والباكات كده فقول لك باصي هنا باصي هنا باصي باصي هنا باصي وبقي يجبها لنا بقى بعد المطش يجب لنا اللقطات دي طبعاً كان معهم حل الأداء قوي جداً 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 كان معا أجهزة أصلاً أقوى مثلاً من التلفزيون اللي بيصور كاميرات بيتجيب الملعب كله فبقي يجيب لك بقى المطش اللي هو قال عليه بنفزه بالحرف بنوصل الهجمة مش لازم تيجي جون بس بنفنش على الجون هجمة خطر بنعمل عكس اللي بيقوله فشل فكان هو شغال على النقط دي بعد كل مطش كنا بنترعب أكتر يوم مرعوبين فيه اليوم اللي فيلم في المحاضرة الفنية بتاع المطش ليه بقى؟ ليه؟ ليه إيه ده أنا مثلاً في يوم اتعمل فيه فيديو أنا حسيت إن أنا همشي من الناس زمارك هيمشيني أصلاً من اللي هو عمل هو يعني عمل لي فيديو بقى وكاتب عليه إبراهيم صلاح أنا قلت بس ده بيشكر فيه بقى هو بيحبني جداً يعني من أكتر ناس بيحبها في الفرق هم عمل لي فيديو إبراهيم صلاح قلت بس ده هيشكر فيه بقى وفتح سدري بس ليت ومشغل الفيديو بقى جايب لي مثلاً هي مش غلطات كبيرة جداً بس هي بالنسباله كبيرة اللي هو أنا أنا في الملعب أكيد مش هيئيس الملعب مثلاً بالمتر عشان أعرف أن المفوضة جيه يمين خطوة وش ما الخطوة كان بيجيب لي كده أنت تبقى يمين هنا ما تبقاش هنا تبقى خطوة يمين تبقى خطوة شمال تبقى خطوة قدام ومطلعني بقى كاريسة في المحاضرة فبعد المحاضرة خرجت بقى ومكشر وبتعمل مش معنى أنا يعني اللي جايب لي فيديو الواحدي أم جاي دردني كده بالقلم قال لي أنت عارف أنا جايب كده ليه عشان أنا بحبك المطش اللي هو عمل فيه كده كنا في سكندرية كنت أحسن واحد في الملعب أم جايبا بعد المطش التاني يضربني قال لي أنا عملت كده عشان أنت تعمل اللي أنت عملته النهار الله الله فهو كان دماغ في حتة تانية ومحل الأداء ده كان بيجيب الملعب كله والهجم عزدى مالك عايز يشوف الحداشر لعيب فين مرة جاب أحمد علي أحمد علي فروت بيربط الجزمة وإحنا علينا هجمة قال له لو عملتها تاني مش هتشوف الملعب تقفش حرفيا وهو فين؟ وكاميرا هنا بتاعة التلفزيون عندنا واحمد علي وايف عند الجون التاني بيربط الجزمة بيربط الجزمة قال له فيه هجمة علينا وانت بتربط الجزمة يعني كان ما بيسيبش حاجة للصدر كور السبتة مثلا كان بيحاسبنا بالصنطي مش بالمتر بالصنطي انت تقف فينا عشان ما يجيش فينا جنب فإحنا كنا وصلنا في المرحلة دي إحنا بنلعب كورة مختلفة تماما بس المرسي مثلا كان مهاجم هو كان رقم 3 في الترتيب عمل أقوى موسم في حياته طبعا في حياته للأسف يعني هو الموسم الأوحد يعني كان بيعلمه ازاي يعد الجسم هو باستلم باسم مرسي كل ما تش يعمل كده يليه نفسه فاتح نفسه هو الجون الاستلامة اللي هو علمها الباسم مرسي كان دايما بيقعد يأكد عليها يعني الناس كانت تفكرها هزار ان تستلم الكورة عادي كلنا كنا بنستلم غلفي اشتركوا في القناة